بهدف زيادة التدفق السياحي إلى المناطق الجنوبية من إقليم أوديسا أعلنت شركة سيكاك الحديد الأوكرانية إطلاق قطار ركاب جديد فائق السرعة من إنتاج مصنع كريكوفسكي يربط بين مدينتي أوديسا وإزمايل يقطع القطار مسافة 300 كم تقريباً في 4 ساعات وأربعين دقيقة وسعر البطاقة 189 هربناء ويتكون من ثلاث عربات يمكن أن تستوعب 170 راكباً وهي مزودة بمقاعد مريحة ومقابس كهربائية وموصلات يو اس بي إضافة إلى نظام تكييف حديث من المهم للغاية من الناحية الاستراتيجية إعطاء دفعة جديدة لتنمية منطقة الدانوب الأوكرانية وقد قررنا بالاتفاق مع أوكر زيزنيتسا تسمية القطار دونايسكي إكسبريس وقعنا اليوم مذكرة مع أوكر زيزنيتسا ومع سلطات مدينة أودسا ومع الإدارة الإقليمية للمدينة بشأن سياسة التعريفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر